يعم القلق السكان منطقة كامبي فاليجريا الإيطالية القريبة من نابولي إذ إنها تحيط ببركان يقول خبراء إنه قد يثور بسبب الزلازل المتكررة التي تضرب تلك المنطقة في الأونة الأخيرة ومن بينها واحدة بقوة 4.2 هي الأعنف منذ 40 عاما هناك بعض الخوف تهزنا الزلازل لكننا اعتدنا الأمر لأن الهزات أصبحت يومية تم تهز كل ساعة أو نصف ساعة هزات ضعيفة أحيانا وقوية أحيانا أخرى ولجأ عدد متزايد من السكان البالغ عددهم نحو نصف مليون إلى الأدوية المضادة للقلق ولو أن بعضهم يخشى الإخلاء القصري أكثر مما يخاف من ثوران البركان وقد أدى تجدد النشاط البركاني في مطلع ثمانينات القرن العشرين إلى إجلاء أربعين ألفا من السكان نعيش الآن مع الزلازل وهذا ليس بالأمر الجيد لن أكون سعيدا إذا اقتلعت من جذوري وأرسلت إلى ميلانو في حال قاموا بإجلاء سكان فيليغري وفي مرصد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين تشير مجموعة من النقاط الحمراء على الخريطة إلى العدد الكبير من الهزات التي ضربت المنطقة ثم تفارق كبير بين الأزمة الراهنة وتلك التي حدثت بين عامي 1982 و 1984 تلك الأزمة استمرت عامين وفي غضون عامين ارتفعت الأرض بنحو متر ونصف المتر ورافق هذا التشوه السريع للغاية عدد هائل من الزلازل وصل إلى خمسمائة زلزال في اليوم ويتوقع عالم البراكين أن تستمر الهزات ما دامت الغازات المنبعثة من الصهارة تضغط على السطح عن طريق تشقق الأرض لكنه يرى أن سيناريو الكارثة أي انبعاث الحمم والرماد والحجارة غير مرجح في المستقبل القريب لست قلقا بشأن ثوران البركان في المستقبل القريب بمعنى أن ليس لدي أي دليل وليس لدينا أي دليل على حركة صهار تشير إلى استئناف النشاط البركاني ووفقا لخطة الطوارئ التي وضعتها هيئة الدفاع المدني تنقسم منطقة الخطر إلى أقسام يرتبط كل منها بمنطقة إيطالية ستستقبل من يجري إجلاؤهم في حال وقوع كارثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر